اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في مسقط اليوم مع معالية دكتور كونستانتين أوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص وذلك بمناسبة عقد اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك تم خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها الى افاق اشمل بما يخدم المصالح المتبادلة اضافة الى مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا وحضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحراء لدى مملكة بلجيكا ومندوبها لدى الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق لوزير الخارجية اشتركوا في القناة